دلوقتي مشاهدين معد موجز لاهم الأخبار موجز الأخبار هتقدمه ليندا تفضلي ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي عمقى وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا مشيدة بمستوى التنصيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيري الرواندي بوال كاجامي بقصر الاتحادية وفيما يتعلق بتطورات ملف ساد النهضة جدد رئيس سيسي التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض مشددا على رفض مصر لأي إجراءات أحدية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب استعرض الرئيس سيسي الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى إنشاء مصر مركز السحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمر بن العاص والالتزام بالتوقتات الزمنية المحددة وذلك لأحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حضائق الفستات جاء ذلك خلال تفقده أعمال ترميم مسجد عمر بن العاص وتطوير ساحة والمنطقة المحيطة وخلال الجولة أكد مدبولي أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين مشددا على أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم مراعاة التصميم الحضاري ضي الطابع المعماري العريق طلب الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها لبلاده وقال زيلنسكي إن ما يطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا مضيفا أن بلاده لا تحتاج إلى أكثر من واحد في المائة فقط من طائرات حلف شمال الأطلنطي ودباباته ولن تطلب المزيد قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أمنية مدنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين في بيان أن المساعدة تستهدف بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بهدف المساعدة في أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني وحماية البنية التحتية الحكومية الحيوية ذكرت وسائل أعلام رسمية الصينية أن تواقم الإنقاذ عثرت اليوم الأحد على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة التي تحطمت على سفح جبل في جنوب الصين الأسبوع الماضي وكان مسؤولون الصينيون قد أعلنوا في مؤتمر صحفي أمس أنه تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 132 شخصا بما فيهم أفراد الطاقم التسعة هذا ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معلوم ويعد تحطم الطائرة هو أسوأ كارثة جوية في البر الرئيسي للصين منذ عام 1994 أظهرت بيانات معهد روبرت كوك للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 111.224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى 20.256.278 حالة وأشرت البيانات إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع خصيدة الوفيات إلى 128.437 حالة نهاية المجازة الثمنان أو الاستكمال باقي فقرات صباح خير يماصر بعد الفاصل